رفض الوالي محمد مهديا ولجهة طنجة طوان الحسيمة الانصياع أو الخضوع لضغوط قوية مورست عليه من قبل جهات عدة من أجل إعطاء الضوء الأخضر لنقل رجل أعمال شهير بطنجة يشتغل في قطاع النسيج أصيب بفيروس كورونا من الفندق الذي وضع به للخضوع لتدابير الحجر الصحي إلى فيلته الفخمة يومية الصباح التي أوردت الخبر أكدت أن وزيرا في حكومة العتماني دخل بدوره على خط القضية محاولا بذلك التوسط لصديقه المستثمر الشهير حيث مهرس بدوره ضغوطا قوية على الوالي محمد مهديا من أجل استماح بنقله إلى فيلته لاستكمال علاجه غير أن المسؤول الأول على رأس جهة الشمال رفض كل تلك التدخلات حيث أكد عطفا على مصادر الصباح أن المغاربة سواسية أمام مرض كورونا نفس المصادر أكدت أن الوالم هدية أوفد لجنة مختلطة لتتبع الأوضاع داخل المعمل الذي يملكه رجل الأعمال صديق الوزير والمصاب بفيروس كورونا وكذا الوقوف على مدى احترام الشروط المعمول بها في مثل هذه الظروف الاستثنائية غير أن المفاجأة كانت صادمة جدا بعدما عترت اللجنة على ست ملايين كمامة كان صاحب المعمل وشاركه الذي يستثمر أيضا في قطاع العقار ينويان تصديرها إلى الخارج وبعد العطور المفاجئة على الملايين من الكمامات داخل المعمل تضيف الصباح اتصل والجها على الفور بالوزير صديق رجل الأعمال المصاب ووضعه في الصورة ونقل له تفاصيل ما تم العطور عليه داخل المعمل في إشارة إلى الكمامات التي ظلت مقاطعات بمدينة طنجة تعاني من شدة ندرتها ومن المنتظر بحسب نفس المصادر أن يحيل الوالم هدية ملف المعمل بعد توصله بتقرير مفصل من لدن اللجنة المختلطة على القضاء بعد ضبطه ينتج كمامات بشكل سري دون اتفاق مسبق مع السلطات الحكومية أو سلطات الولاية بهدف تصديرها دون تحقيق الاكتفاء الذاتي منها بجهة طنجة طوان الحسيمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر